رجعنا تاني للست ودماغ الست الست دايماً بتشوف يعني أنا بشوف كست إن الراجل اللي بيبقى منه هو صغير وهو طفل شايف أمه مهما قابلتها من مشاكل مهما قابلتها من صعوبات ممكن ببقاش معاها جنيف جبها وي 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 دايماً ما بتشتكيش قدام ولادة وبيلاقي أمه خارقة اللي هي ازاي قدرت تدبأ ودخل جمعية وعملت وعلمت وربت فهل ده بينعكس عليه لما يجي يتجوز فييجي باسة مايفكرش في الشخصية اللي بتشتكي لا ده هو عنده هنا خزين إن مامته عمره مشتكت وبتربي وبتشتعل عادي وبتكمل الحياة فهل ده برضو بيخليه ما يفهمش الست اللي معاه هو عايزها صورة تبقى الأصل من أمه سوبر وومن زي ماما دي مساعة بتبقى مشكلة كبيرة فعلاً إن انت بتبقى عاوز ست بتدور على الست اللي هي صورة أمك اللي هي اكتملت خبرتها في الحياة خلاص إنت عاوز الصورة الكاملة دي مع واحدة لسه هتبدأ حياتها صعب لأن المقارنة هنا مش ظلمة جداً دي واحدة ست إنت هتتجوز واحدة لسه في الداية حياتها لسه هتبدأ أصلاً الست اللي ما بتخش أول ما تتجوز بتخش بيتها أول مرة تقومة غدودة لسه ينهارسوا لدينا أنا كنت عادة في بيت أهلي تجع بيتها وبقوم براحتي وماما اللي بتحطيلي الأكيو ومين الراجل دا واخدت كده بالزبط فأنت ما تطلبش منها كل الطلبات اللي أنت أو تتوقع منها كل الردود الأفعال اللي زي واحدة ست عدد بخبرات كبيرة جداً وبعدين ده زمن وده زمن بالزبط يعني مامة حضرتك يعني مع كل الاحترام لمامة حضرتك يا فندم عدد في زمن كانت مقفولة عليها لا فيه سوشيال ميديا ولا فيه تليفونات ولا فيه بتشوف إيه اللي بيحصل ولا جزء دا بيدلحها ولا دا جاب لها عربية فهي كانت قفلها بيتها وأهلها برضو الزمن اللي قبله بيتك وقفل عليك البيت وما بتشوفش ولا بتسمع والتطور اللي يام دي كمان بقى سريع غير طبي غير طبي يعني أنا أحادي لك مثال وبعدين هي ممكن تكون كان بتشتكي وتعايت لمامتها لكن مش قدام ولادها بالزبط كده يعني أنت بتشوف الأم السوبرمام دي أنت بتشوف الوجه القوي أنت بتشوف الوجه الحلو اللي بتطبطب عليك يا حبيبي واللي أنت عاوزه لكن هي كان بتعاية طول الليل وكان بتشقى وكان بتشتكي للناس كلها لكن أنت ما بتشوفش الجانب المظل بابا برضو أنت متعرفش عنها حاجة بابا تجوز عليها وأنت متعرفش لازم راجلت لو وحش في البرنام لا مش وحش ولا حاجة بس معه سي السيد زمانت كنت شوفت البيت عامل إزاي أمينة ما كانتش تعرف حاجة خالص أمينة لكن بعرفه سكت يعني يا سي السيد وخلاص يعني حضر يا سي السيد فاللي هو فيه زمن أنت مش شوفته وانت كنت بتشوف صورة الأم بس الهادية اللي بتطبطب عليك فهو أنا بشوف ده برضو أنه هو كل واحد عايز مراته تبقى زي مامته ويمكن ده عدم الفهم بقى اللي هو ليه إيه الجديد اللي أنت هتعمليه ما أنا أمي عمد أمي ربتنا وأمي 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 المقارنة ظالمة تماما وحتى خليك طول عمرك عايش في مشاكل حط في دماغك أن أنت وانت قاعد وانت أول ما دخلت الساتي دخلت بيتك أنت والإدنين هتبدأوا تتطوروا مع بعض تتغلطوا مع بعض وتصلحوا غلاطكم مع بعض وتكملوا مع بعض فما تستناش منها أنها تعمل كل حاجة صحة ولازم الراجل في بيته ويبقى إيه يطنش يعني مش على الواحدة لأن الحياة دي بتبقى صعبة جدا يعني فيها كترة جدا ممكن أنت ما تبقاش عجبك عديها عادي ما فيش مشاكل يعني مدام أنت ما فيش كوارث بتحصل يعني طب خلينا كده في آخر دقيقة معنا نقول كده إيه كم حاجة نقط كده عشان الراجل يفهم دماغ الست لازم يعمل إيه يفهم نفسه الأول لازم يفهم نفسه الأول راجل لازم يفهم نفسه الأول يفهم نفسك يا بابا الأول بالزبط كده بالزبط كده أنت متجاوز ليه؟ متجاوز علشان رغبات ولا متجاوز علشان تكون أسرها ولا متجاوز علشان تحب الست دي وعرود زينتcych للاتنين تكملوا عمركم مع بعض لازم تجاوز عإنس من السؤال ده قبل ما تخش أي علاقة آية أنت متجاوز علشان شكلها حلو متجاوزها علشان بتدلعةك في اسلوب دلعة عجبك متجاوزها عشان هي عشان شبه مامتك عشان شبه مامتك متجوزة عشان عندها بيت وفلوس فمصلحة لازل تجاوب لنفسك السؤال دا ولو انت لقيت اجابة غير انا متجاوز ستي دي علشان اعيش معاها طول عمري واخود المغامرات بتاعت الحياة معاها لو قلت اجابة غير دي يبقى انت متتجاوزهاش صح